شدد وزير الخارجية سامح شكري على خصوصية العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا وحرص مصر على عدم تأثر تلقى العلاقات وقد أوضح شكري أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 9 مليارات دولار خلال السنوات السابقة لفتن إلى وصول الاستثمارات التركية في مصر إلى 2.5 مليار دولار تأكيد أن العلاقات الاقتصادية لها مكانة مهمة ورغم الفطور التي أشار إليه معالي الوزير في العلاقات وقد حرصت مصر دوما بقلا يتم التأثير على نطاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين بل بالعكس أنه خلال السنوات الماضية نمت هذه العلاقة حتى وصل التبادل التجاري فيما بيننا إلى حوالي 9 مليار دولار وهذا مقدار مهم للبلدين بالإضافة إلى الاستثمارات التركية في مصر التي بلغت 2.5 مليار دولار خلال السنوات الماضية أيضا والتواجد للرجال الأعمال والصناعات التركية على الأراضي المصرية كانت دائما محل رعاية واهتمام